الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله رمضان شهر الجود الجود والكرم في رمضان سيدنا النبي عليه الصلاة السلام وسيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وتأجو رأسنا محمد عليه الصلاة السلام كان أجود الناس على الإطلاق بلغ في الجود الثرية عليه الصلاة والسلام والله يا اخوانا الشيء عجيب أعرابي جيل النبي عليه الصلاة والسلام ده في غير رمضان بالمناسبة ده في غير رمضان قال يا رسول الله شايف الغانم الولى الجبل الكبير دي قال نعم قال نا دايرة قام الرسول أداءه الغنم دي كله كله أداءه الغنم دي الأعرابي ما كان مسلم رجع إلى قومه قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاءه من لا يخشى الفقر النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع الصحابة قام جاءته إمرأة أهدته عباية جميلة وسمحة قال يا رسول الله العباية دي أنا لأديك لها قام واحد من الصحابة شاف العباية دي لابس النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما أجملها والله يا رسول العباية سمحة خلاص قال له تعالى معايا البيت طلع العباية وأدها للصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام كان من أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل عليه السلام القرآن قال أنس فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجود من الريح المرسلة يا السلام ده جود عجيب ده كرم عجيب عشان كده أنت أيها المسلم خليك يكون عندك كرم وجود في شهر رمضان رمضان ده شهر الصدقات رمضان ده شهر الإنفاق أنفق حتى ينفق الله جل وعلا عليه كن جوادا كريما عشان تقتذي بالنبي عليه الصلاة والسلام الربنا قال في حقي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ده أسوتنا هو كان جواد كان كريم إحنا نتأسى بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إحنا نقتذي بالنبي عليه الصلاة والسلام في جودي والكرم في رمضان كن جوادا كن كريما كن شجاعا أنفق مما أعطاك الله سبحانه وتعالى في ناس يقول لك يا شيخنا والله الكلام ده كويس الكلام ده عجبنا لكن أنا ما عندي ما عندي مال كثير عشان أنفق ولو بعشر جنيه شفت عشر جنيه عشر جنيه العشر جنيه الوحدة دي تشرين جنيه انت صدقت بيها ووضبت عليها ربنا يضاعفها لك بإذن الله سبحانه وتعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلفه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم نصبح فيه العباد إلا وما كان ينزلان يقول الأول اللهم اللهم ده دعاء أعطي منفقا خلفا حتى لو قل هذا الإنفاق ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا خلونا يخواننا نكون جوادين بإذن الله نكون كرما في هذا الشهر الكريم اقتداءا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته